سيأتي يوم سأكتب فيه كيف حميت هذا المجلس اللي هو مجلس النواب من الإسقاط الجملة دي وردت على لسان الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وهي جملة ذاتة دلالة مقدرش ان انا اعديها هذا المجلس كان معرضا للإسقاط ازاي يا دكتور علي طب ما المجلس ده ده مجلس امة مجلس شعب بالكامل لماذا لا تخرج على الناس وتقول الكلام ده وبعدين كيف سيسقط هذا البرلمان عشان يسقط هناك طرق مثلا دستورية او قانونية لحله او اسقاطه دكتور علي عبدالعال رفض انه يعين متحدث اعلامي او رسمي باسم البرلمان قال لكل نائب حر يقول ما يشاء وبيقول انا لا اخشى على هذا البرلمان من اي وسيلة اعلامية يعني وانه اللي عايز ينتقد ينتقد لكن بيتحدث عن عضو معين تم اسقاط عضوياته انه هذا العضو يتواصل مع قلة قليلة داخل البرلمان بيقول له نفس الكلام دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب هذه الكلة القليلة اعلامها جيدا واعرف غرضها غرضها ولا تنسوا انني رئيس هذا المجلس واعمل في اطار منظومة الدولة المصرية ده كلام محتاج توضيح من هو هذا النائب احنا عارفين من الذي اسقطت عضويته النائب توفيق عكاشة والنائب محمد انور السادات لا اذكر حاليا ان فيه نواب تنين سقطت عضويته هل توفيق عكاشة او هل محمد انور السادات ما حفظ الالقاب للجميع بيمارس هذا الدور مثلا يعني طب ما نكشف الورق واذا كان هذا الاتهام الخطير اللي حضرك بتطلقه بصفتك رئيس مجلس النواب وده منصب كبير جدا في الدولة المصرية وتمتلك الادلة فلماذا لا يعلمها الرأي العام ولماذا لا تعلنها بشكل واضح ولماذا لا تذهب بما لديك من ادلة للسيد النائب العام ولكن اطلاق مثل هذه الاتهامات انا بالنسبة لي لا احبها ولا احبزها انا حب بص اللي معه دليل ولا اللي معه حاجة على حد موسخة كده يذهب بها الى النائب العام لكن جملة انه سيأتي اليوم الذي ستكتب فيه كيف حميت هذا المجلس من الاسقاط اذا لم تقولها لنا وتكشف الورق يعني انا اعتقد انه ما كانش داعي ان احنا نقولها ونصير كثير من التساؤلات واللغة حواليها في الاسناء دي ايضا موسيقى